موسيقى استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمقر اقامته بالعاصمة الاردنية عمان وبحضور اعضاء الوفد الرسمي المرافق عددا من ابنائه الطلبة الكويتهين الدارسين في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة للاستماع الى افكارهم والاطمئنان عليهم والوقوف على احوالهم واحتياجاتهم واشهد سموه خلال لقاء بابنائه الطلبة الذين تحملوا الغربة من اجل تحقيق هدف نبيل وغاية سامية وتحصيل العلم بمجالاته وتخصصاته المختلفة الذي هو عماد النعضة والتقدم الذي تتطلع اليه الكويت اكد سمو الشيخ ناصر المحمد ان الكويت ملتزمة باهداف القمة العالمية للتنمية المستدامة الذي عقد في عام 2015 وسعت الى تطبيقها وذلك بتوجهات ومتابعة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد واوضح سموه عقب استقباله في قصر شويخ محافظ جنوب سيناء خالد فودة والوفد المرافق له والامين العام السابق للامم المتحدة ورئيس المشارك لمركز بنكيمون للمواطنة العالمية بنكيمون ورئيس السابق للنمسا دكتور هاينز فشر لذين حضر مأدوبة غداء اقامها سموه على شرفهما والوفد المرافق ان اهتمام الكويت بمركز بنكيمون يأتي في سياق الامان باهداف تلك القمة استذكر مطحف الكويت الوطني زيارة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية الى الكويت في الثاني عشر من فبراير عام 1979 حيث نظمت معرضا تضمن مقتنيات الكويتي عيسى داشتي حول تلك الزيارة وقال داشتي وهو منظم المعرض وصاحب المقتنيات ان هذا المعرض يأتي بالتعاون مع كل من المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وسفارة بريطانيا لدى البلاد ويقدم نحو ثلاثين صورة تخص زيارة الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الامير فليب للكويت كما يعرض مقتنيات اصلية متعلقة بتلك الزيارة اكد الاتحاد الاوروبي رفضه اطلاق عملية اعادة الامار في سوريا قبل التوصل الى اتفاق سياسي على انتقال السلطة وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار الاوروبية ومفاوضات توسيع الاتحاد يوهانس هان ان الحل السياسي للازمة بعيد المنال وبالتالي يجب ان يكون واضحا بان الطريقة الواحدة المستدامة لناء النزاع تتمثل في حل تفاوضي يتم تحت اشراف الامم المتحدة اشتركوا في القناة